تيجي شوية ناخد أسئلة من أسئلة للسوشيال ميديا يلا بينا نشوف أسئلة للسوشيال ميديا مع المنوارنا أحمد حسام عوض بسم الله محمد شرف السلام عليكم أستاذ أحمد حضراتك كنت موجود في أسبانيا بسبب مؤتمر صناعة كرة القدم ممكن تكلمنا عن ملف التسوير ياضي في مصر في الفترة الأخيرة وإيه الجديد اللي ممكن نضيف جديد لكرة القدم في مصر شكرك يا محمد سؤال حل ملف التسوير ياضي في مصر لأنه الكلمة بقت مططح وإنت عايش في الملف ده سواء في أسبانيا أو في إيطاليا وبتحاول تدرس أستاذ جمال العاصي بقيت لك بقولك أنت مستقبل الرياضة في مصر شيء جميد يعني وكتير جدا من الرسال اللي عرفت القطع في الفاصل يعني السؤال ملف التسويق الرياضي في مصر هل إحنا أساسة كلام ولا إحنا فعلا دخلنا في كرة القدم قصناعة أنا بتكلم على بلد وبعدين من البلد بتكلم عن نديل لا خلينا أقول أن ملف التسويق الرياضي في مصر آخر عشر سنين يا كابتن اتطور بشكل كبير جدا ما ينفعش أقول مثلا وأنا هدي مثال بالأهلي عقد الرعاية الأخير بأرقامه ما ينفعش أبدا أنا أقول أنه لسه المضوع موضوع كلام بالأرقام اللي حصلة النهاردة عقد الرعاية النهاردة بقت بأرقام كبيرة جدا جدا لكن اللي أنا من وجهة نظري محتاجي يفعل أكتر أن أنت إزاي الأندية الشعبية تبدأ تشتغل تاني عشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هينفع تجيب لك مردود رعاية حقيقية في الآخر أنا مهما عملت من استثمار رياضي في نادي غير جماهيري هعمل منه 20-30% لكن عدم وجود ظاهير جماهيري حقيقي لي أعتقد أنه بيضعف بشكل كبير الملف التسويقي للرياض وأعتقد أنه الملف ده لو ليه نظرة أخرى أتخيل أنه هيحصل فيه تطور كبير أكتر من اللي حصل قريتي عدم وجود ظاهير جماهيري يعني إحنا هنفضل التسويق معتمدين على ظاهير جماهيري فقط لا غير؟ لا مش لا غير لكن أنا النهاردة يا كابتن على فكرة أنا مش عاوز أعمل زي كل الناس وانتقد أنديات الشركات وقول إيه ده بالعكس بالعكس ناس دي صرفت واشتغلت وعملت ومع دارش أقول لا وهي النهاردة جزء من الصناعة لكن الأندية الجماهيرية من وجهة نظري هتظل فيها بوتانشي الكبير جدا جدا أن أنت تعرف تبيع عقود رعاية أكبر بكثير من بس جماهير أتحضر هنا بقى الظاهير الجماهيري تقصدها ولنفعش أننا أبقى 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 ألعب في الإسماعيلية ولاقي 300 مشجع ولا 200 مشجع ولا بقى النادي للتحاد السكندري ألاقي ألف مشجع محتاجين يا كابتن أن دي جزء على فكرة من التسوير التسوير راضي بس مش عاوز رعاية جزء من تجربتك وانت رايحة الأستاذ يتعدي بإيه وشكلك إيه وقعد عامل إزاي ومبسوط ولا مش مبسوط عاوز أروح أحضر ماتش تاني وتالت ولا خلاص لا أنا مش عاوز أعود من بادري وهكذا محتاج تطوير شوية في تجربة حضور الأستاذ زي أي حتة في العالم أنا حفاجأك بعد شوية عشان تعرف أسعار التذاكر روصة إيه والناسبة سعيدة النهاردة بس بعد شوية يا رب منساها حفاجأك بها اللي بعد أحمد رمضان هل الأهلي حيرجع محمد شريف في يناير ولا لأ وهل لو جه حيرضى يبقى قاعد احتلاطي اللي أسامة بعدي زي ما قلت ده خارج اختصاص شركة الكرة إنه هيرجع ولا مش هيرجع ده من الحتة الفنية كأهلاوي نفسك يرجع طبعا العيد كبير طبعا العيد كبير طيب اللي بعد محسن الأهلاوي سؤال صغارك بشبير بعد إذنك أستاذ أحمد شخص محترم ومتعاون أسمع رأيه في تعيين أستاذ هانا بريدة رغم أنه فيه أحسن للمهمة أحمد شبير عمكة خيرك شكري أحمد حسام عوض وعمل لك قلوب وعمل لك شوات حاجات جميلة بسألك عن هاني أبريدة وأنه يقترب من الرئاسة اتحاد المصر كرة القادر مهانس هاني أبريدة خبرة كبيرة جدا جدا قد تختلف معاه قد تتفق معاه لكن لا خلاف على قيمة المهانس هاني أبريدة في الإدارة الرياضية وفي حجم علاقاته وفي حجم شغله وفي حجم خبرته الكبيرة هنختلف معاه عادي جدا ده شيء صحي لكن ما أقدرش أنه النهاردة نقول أنه فيه أصلح ومش أصلح جملة مطاطة ممكن حدك تشوف حد أصلح من أحمد حسام لشركة الكورة لكن أنا من وجهة نظري أن المهانس هاني أبريدة في تحدي صعب واخد تاركة تقيلة جدا جدا أتخيله إن شاء الله يكون أدها وأكتر بحكم خبرته إن شاء الله أستاذ الأهلي والمدينة الرياضية هو ملف تابع بشكل أساسي لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية هيكون لشركة الكورة دور فعال فيها بعد إن شاء الله استكمال الإنشآت فيما يخص حوق رعاية الأستاذ وما إلى ذلك بشكل أو بآخر لسه الملف ما تدخلناش فيه لأنه لسه الخطوة دي مستقبلية قوي لكن أتوقع ومتأكد أنه هيكون لشركة الكورة دور كبير فيه إن شاء الله فالأستاذ ممكن يرى النور إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله طيب فعالية شركة الكورة قلنا إمتى هنشوف دور فعال شركة الكورة في توفير الدولار بشكل مستمر لصفقات الفرق الأول أنا شرحت ده إنه إن تدلوقتي من أهم أولوياتك وتحدياتك شركة كورة إن أنت تجذب رعاة من خارج مصر عشان يوفروا لك دخل دولاري عشان تقدر تستوي بحجم المصروف اللي بتصرف على قطاع كورة القاتل وإن شاء الله أتخيل إن احنا نوصل في النتائج قريب إذن الله بالمجموعة المحترمة اللي بعد أم محمد إن شاء الله شركة كورة تساهم في جلب العمين سوبر لتقويت سكواد الأهلي من أجل البطولات العالمية القادم إن شاء الله يا رب اللي بعد عبدالله ردوان ده صديق دائم ببعد استمرار سلام عليكم كابشو بيرت أحياتي لك أعوضتك الكريم سؤالي ليه سؤالي ليه ماذا ينقص شركة الكورة حتى تتولى كل شيء عن قطاع الكورة في الأهلي والفرق الأول ماذا ينقصها وإمتى حتتتولى هي المسؤولة بالكامل وما هي الميزانية الحالية وكامل الميزانية المطلوبة من أجل توليها إدارة الكورة بكمل إدارته حلو السؤال ده حلو السؤال إيه إزاي شركة الكورة تتولى الموضوع بشكل كبير ده خطة مستقبلية هتحصل فيه من الأيام خلينا بس نقول ونوصف أن شركة الكورة تجربة وليدة أو حديثة نسبيا ما بقالهاش خمسين سنة وعشان كده أنا أبعيد لك للمرة الثالثة أن أنت عمل تطور في شكل الموضل بتاع شغل شركة الكورة لكنها مستقبلا ودي رغبة الكابتن الخطيب مش شرط بقى يكون فيها أحمد والموانس أيمن ممكن يبقى فيها ناس تانية خالص بس شركة الكورة كشركة كورة تكون متولية قطاع الكورة بالكامل اللي ناقصنا؟ اللي ناقصنا أنه من وجهة نظري فيه نقطة مهمة جدا أن رئيس النادي الحالي اسمه كابتن محمود الخطيب ما تقدرش كمسئولية وكاسم الكابتن الخطيب مهما هو أدى صلاحيات كاملة فرضا أنه مش هيعرف هو يخرج نفسه من المعادلة يوجد نظري لأنه في الآخر مين أول واحد هيلام أو هيتقالك كابتن لأنه دي ضريبة اسمه وده حصل على فكرة في الأول شركة كورة وحاول يخرج نفسه ويديه الصلاحيات بالكامل وحصل ضروب شوية فبناء على طالب المجلس عادة لتولي المجلس لكن عشان أوضح حاجة أخيرة كابتن الكابتن الخطيب عنده رغبة كبيرة جدا جدا فإنه يبدأ إيدي صلاحيات أكتر وأكتر للشركة الكورة عشان يبدأ هو يعني الدنيا تبقى حشان كده أدى لمحمود رمضان صلاحيات كثيرة دي حقيقة طب باللي بعد أحمد اللاباديني صح كده سيخير أستاذ شبير لأنك أستاذ في الحوار الرياضي الهدف تحياتي للعضو النشط المميز أحمد حسام سؤالي لحضراتك شركة الأهلي عليها جزء من مشروع استثماري رياضي أمشام الجمال للإستثمارات العامة ومدار الشركة في التدخل الرياضي داخل النادي الأهلي والله الأسئلة جميلة النهار لا هو في كذا شركة للنادي الأهلي في شركة الكورة القدم دي لها جزء استثماري محدد في شركة المنشآت الرياضية الخاصة بالإستاذ والمدينة الرياضية في شركة الخدمات كل واحد ليه جزء استثماري محدد فشركة الكورة مش متدخلة في كل الملفات لكن ممكن تساعد شركات أخرى أو شركات أخرى تساعدها في ملفات معاينة مستقبلا آخر سؤال ده آخر سؤال أولا فضل سؤال آخر سؤال سامير يحي سأل فلك يا بشو بيله ضفك المحترم فين الأستاذ يا فندم كل شهر نسمع قريبا لما يقسنا من رؤيته حقيقة لا أنا زي ما قلت أنه الملف مع شركة الأهل إيه اللي معهر بالأستاذ إيه اللي مأخر الأستاذ باعتبرك واحد من أعضاء يعني واحدة من شركات الأهل الثلاثة كلكم بتصبوا في صلاح واحدة وصلاح الناد الأهل خلينا أقولها كابتا أن قصة الأستاذ برضو عشان الناس تبقى لازم تفهم أن الموضوع مش بالسهولة للناس متخيلها ولو أن الأهل قطع خطوات فيها كان أهمها إطلاقه لشركة القلع الحمراء اللي فيها قوامات كبيرة جدا جدا واللي كان من أهم مهمها أن هي توفر تمويل عن طريق إحدى الشركات المعروف وشفنا المؤتمر بالزبط اللي حصل في فترة في فترة المؤتمر ما تكملش يمكن خمس ست شهور يمكن أقل كمان نعم بسكن في وعد أن في مؤتمر تاني عشر عشر وتم تأجيره ده اللي عمل قلق عند الناس لا ما فيش قلق ولا حاجة لكن الملف من ضخمته ومن أنت بتعمل حاجة كبيرة لازم تليه باسم النادي الأهلي أتخيل أن تفاصيله كتير لكن اللي أقدر أقوله أنه الكابتن خطيب ومجلس دار ومجلس دارة شركة الأهلي منشآت رياضية شغالين يعني على قدم وصاق أنه هم يعلون دفعه رب وقت ممكن يا رب يكون عندنا